الحلقة الأضعف والثغلة التي تعمل على انتهازها الجهات التي تحارب إسرائيل الجبهة الداخلية قد يكون هذا الادعاء الذي تستند عليه الدول التي تعرفها إسرائيل عدوة وبالتالي يعمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز تلك الجبهة ندرب الجيش على وقوع حرب في المنطقة الشمالية وما نفعله في هذا التدريب فحص إمكانية إجلاء مرضى ومصابين من الشمال إلى مستشفيات في مركز البلاد تغير في التحضير لمواجهة أي سيناريو قد يفسر بحقيقة أن الحروب الأولى التي خاضتها إسرائيل تركزت في المناطق الحدودية فيما انحرف مسار الحروب اللاحقة ليطال المواطنين في العمق الإسرائيلي في كل حرب يحاول أعداء إسرائيل الإضرار بالمواطنين أو أن يلحق الأضرار بالخدمات الحيوية كذلك لذا فإن أحد أهدافنا هو المحافظة على تلك الخدمات لسيما المتعلقة بالصحة تحضيرات استباقية تجرى في ظل نقص شديد في الموارد البشرية والمادية تعاني منها المنظومة الصحية الإسرائيلية نقص شديد بدجليا خلال أزمة كورونا الجهاز الطبي في إسرائيل يعاني ولكن رغم ذلك نحن أطباء وممردون وممردات ومهمتنا هي تقديم العلاج وفي فترة حرب كورونا الطواكم الطبية كانت تعاني الأمرين وفعلت ما بوسعها في ظل ظروف في غاية الصعوبة وهذا ما سيكون في أي حرب أخرى القبة الحديدية رمز الدفاع الإسرائيلي التي قد يعود لها الفضل بعدم هروب مواطني إسرائيل من أمكنة سكناهم المعرضة لأي هجوم قد يتناسب الأمر طرديا مع ملاجئ تملأ البلدات اليهودية فيما تفتقر لها البلدات العربية التي لطالما كثر الحديث عن شح مقومات الأمن والأمان فيها أنا لا أستطيع القول إن الأضرار أصابت بالذات البلدات العربية ومهمتنا هي تجهيز الجميع عربا ويهودا ونحن نتواصل مع جميع السلطات المحلية من أجل تجهيزهم لأي طارق حرب في المنطقة الشمالية حرب في المنطقة الجنوبية إصابات ودماء في كل مكان هذا هو السيناريو الذي من أجله تقام هذه التدريبات ليس فقط هنا في هذا المستشفى بل في مستشفيات عديدة تحسبا لأي سيناريو قادم وحرب محتملة قد تكون في الجبهة الشمالية أو الجنوبية ويبقى السؤال إلى أي مدى ستنجح هذه الفعاليات وهذه التدريبات بإنجاح هذا الأمر والابتعاد عن السيناريو الذي يكرهه الجميع حمد أبو العزم حميد I24 News من المركز الطبي للجليل في مدينة نهرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر